هسه رح نحكي عن يعني تقريبا أهم موضوع بهذه المحاضرة طبعا أي مكان به فهو أهم موضوع وأطول موضوع وشوية أصعب موضوع اللي هما الرينال تيومرز طبعا التيومرز اللي رح نأخذهم بهذه المحاضرة هما نوعين التيومرز اللي يطلعون بالكدني نفسها اللي هي يعني مثلا الكورتكس والمدلة مالتها والتيومرز اللي تطلع بالكليكتنج سيستم مثل اليورو عفوان الرينال پيرفس اللي باليوريتار اللي بالبلدار هذان مي يختلفون ليش يختلفون لأن الإبيثيريا ما يختلف مثلا عدك بالكدني التيومر اللي رح يطلع هو موصلي أدينو كارسينوما لأن هي مكان يصير بيسيكريشن لكن اللي بالكليكتنج سيستم اللي هو مثل الرينال پيرفس اللي باليوريتار بالبلدار هاي ترانزيشنال إبيثيريا فهي تطلع عدنا الترانزيشنال 실� карسينوما هopedia رح نحكي عن اللي بالكلن اللي هو ادينو كارسينوما اسمه رينال سيو كارسينوما هي الموس كمان برايمري ماريגنة تيومور بالكلن وهي بيها مورفولوجيكل تلاثر فIII رح نحكي بيهم عدنا الرينال سيو كارسينوما تكون 280% من الموس برايمري تيومور بالكدني عادة تنصير بالأرض اللي عمر من 50 إلى 70 سنة رسك فاكترز عادتين سموكينج هايبرتينشن أوبيسيتي اكوبيشنال اكسبوجر للاكاديمية وإكوايرت بوليسيستيك ديزيز اللي هو هذا حتنا عليه بالبداية عند الأشخاص اللي صارتهم اللي سوون دايرسيز ومعدهم كرونيك ديزيز هاي زيدها 30 مرة زيد الرسك المورفولوجيكال باريانس هي الكير سيال كارسنومة الباقلاري رينال سيال كارسنومة والكروموفوب رينال سيال كارسنومة الكير سيال كارسنومة اللي هي صير بحوالي 80% من الرينال سيال كارسنومة هي الموسكما المورفولوجيكال تايب يا أما تكون سفورادك أو سفورادك اللي هي majority of the cases يعني ما تكون فاميريال السفورادك يعني يكون شخص ما عنده أي فامرهسر أو شي وصار عنده أو فاميريال اللي يصير بالبون هبال ديندو ديزيز هذا نوع يعني بد مرض معين يصير ب تيومرز من ضمنها هذا التيومر اللي يصير اللي هو الكير سيال كارسنومة يصير بالكدني موتاشن عادة يصير بالفون هبال ليندو جين اللي هو رح يصولي فون هبال ليندو ديزيز اللي موجود على الكروموسوم تري وهذا يعتبر تيومر سابرسر جين ها هنا شوية مهمة إنه نركز هذا البون هبال ليندو جين هو تيومر سابرسر جين هذا إذا صار بي موتاشن فإنه بعد ما رح يصير سابرشن للتيومر فورميشن فبالتالي رح يصير عديل كارسنومة لكن نسأل رح نحكي عن بابلاري رينال سيال كارسنومة اللي هي 10% هاي سببها مت بروتو أونكوجين يصير بي ديبلكيشن بروتو أونكوجين هذا عبارة عن جين يساعد إنه يصير تيومر فبالتالي من يصير بي ديبلكيشن رح يزيد الفرصة إنه تكوين التيومر يعني إنه يساعد على البروث بينما هذا يساعد يساعد إنهبشن للبروث Frequently multifocal and bilateral هذا البابلاري رينال سيال كارسنومة وطبعا هذا الجين موجود على كروموسوم سابعة لكن هذا بالثلاثة الكروموفوب رينال سيال كارسنومة هو الليس كمان هو البست بروغنوس هاب قد بروغنوس multiple loses of entire chromosome including الكروموسوم واحد واثنين هالي الجينتك ديوردر الGROSS FEATUR هنا شنو اللي قاعد نشوف نشوف إنه أكو تيومر بالأبر بول مع الكيدني تقريبا يلوش سفريكال يعني not very well demarcated أو هو يعني تقريبا شوية well demarcated هناك أكو يقول موجود ثرومبوس رينال أما هناك هذا variegated يعني شنو variegated variegated يعني طبعا الvariegation هي من علامات يكون هذا التيومر هو فvariegation يعني أنه المكان بأكثر من لون يعني هنا هذا أصفر هنا أكو أحمر بسبب الهيمور والنيكروسيس فهذه variegated التيومر مايكروسكوب اللي رح نشوف رح نشوف تحت المايكروسكوب clear cells اللي هي مجموعة كل مجموعة من cells اللي هي تكون clear cells بسبب وجود glycogen محاطة بهذه شون السيطرومة y vascularized والسيطرومة هي تكون clear اللي هي شو بسبب وجود الجليcogen ديها كنيني كل يشون تطلع إنا أعراض الرينال كارسينومة أول شي أكو classical triad أكو تلت أعراض هي painless hematuria palpable abdominal mass والdoll plank pain painless hematuria هاي أهم شي أضافو إلى palpable abdominal mass من تكبر التيومر أضافو إلى dull flank pain several paraneoplastics syndromes يعني شنو paraneoplastics syndromes يعني أشياء علامات تطلع برا يعني معلها بالكيدني تطلع برا الكيدني مثلا hypertension hypercalcemia cushing's سببها هو التيومر اللي بالكيدني لأنه داي يفرز molecules تشبه المolecules اللي تسوي لي هذا العرض مثلا إذا polycythemia لأنه هي قعد تفرز الهرمون اللي هو يساعد على أنه تتصنع عندنا الـ RBC مثل arthropoetin والhypertension مثل أنه تفرز أشياء مثل الرنين أضاف أضافة إلى الـ parathyroid light molecules وال cushing's يعني بسبب الكورتيزول ممكن تطلع على شكل metastasis يعني هو يجي الشخص representation مت هو metastasis منتق التيومر الغير مكان 40% من البيتشنت داي from the disease عندنا الـ وومز التيومر وومز التيومر هذا يشوف بالأطفال هو الموس كمان primary renal tumor with children and the fourth cancer under 10 years هو اكثر primary renal tumor عادتين الطفل يعني يجي كيس سيناريو أنه أم قاعدت سبحة بالحمام حسن أنه أكب بالباب الماس بجهة الكدني وجابته هو يكون sporadic أو femurial congenital malformations are associated with unincreased risk يعني من الطفل يكون عنده congenital malformations زيد احتماليات حدوث الworms tumor عنده حتى أكو syndrome اللي هو يصير بابdominal wall defect ويصير بmacro gloss يصير عنده يعني ميقالي بالأعضاء رح يصير عنده زيد الرسك مع الworms tumor شنو سببه هو الانيكتيف ورم tumor WT1 جين اللي موجود على الكروموسوم 11 هذه صورة الworms tumor macroscopically اللي هي يعني grossly tumor موجود بالlower pool قاعد نشوف characteristic tan to gray inculor well circumscribed margins واخو foci of humorage ومعني ممكن نكروس سهم بينه بس هناني humorage أكثر شيء أما microscopically فنشوف ثلاث اشياء نشوف tri-physic histology هذا وهذا وهذا هذا اللي منا هاي spindle shaped cells وهذا immature tubule اللي هو الدائرة وهذه عبارة عن primitive cells اللي هي يسموها blastemal elements اللي هي عبارة عن cells يعني undifferentiated cells clinically عادة يجي abdominal mass تعبر midline بعض الأحيان قلنا إنه الأم وتحس أكو ماس بطن الطفل يجي هم hematuria في varopain بس تكون less frequent البروغنوس is good with nephrectomy and chemotherapy unless anapleasia is present histologically عادة البروغنوس هو جيد ورما أشيل الكدني ورما أنط كيمو ثرابي unless إذا أكو anapleasia يعني من أنا أسوي البيوبسي وأشوف إذا أكو anapleasia فهذا يعني البروغنوس سيكون poor هسا رح نحكي عن ال ureters خلصنا الكدني رح نحكي عن ureter أكو anomaries congenital anomaries أكو ureteritis وأيضا حتى الcancers ممكن يصير بس تكون rare بال ureter ال congenital anomaries أكو ممكن يصير incompetent uretero vesicle junction اللي هي هاي الاتصال ما بين الureter وما بين البلدر هاي يسموها uretero vesicle junction دازم إنه يكون competent يعني من يطلع الurene من الureter يروح للبلدر المفروض ما يرجع من البلدر للureter إذا صار incompetent فرح يصير رجوع رح يصير vesicle ureteric reflex وممكن يصير infection بال kidney أكو double ureter أكو congenital uretero pelvic junction obstruction إنه تكون المكان ما بين رين البيال وما بين اليورتار مزدود فبالتالي يصير hydronephrosis أكو diverticuli وهيدرو ureter هاي كلية أشياء تأخذوها بالجراحة بالتفصيل عدنا ureteritis such as ureteritis follicularis and cystica يصير أكو التهاب في اليورتار fibro epithereal poly وليوم يوم يوروليثي الكارسين وم بس يكونون يعني مو كل كمان هاي يعني كتيومر الاوبستركتيب ديجين ما اليورتار يأما تكون انترالومينار يعني أشياء بداخل اليورتار منه من الستون أو انتراميورال أو انتراميورال مثل structure وكارسينومة انتراميورال يعني موجود بالوور ما اليورتار أو من الأوتسايد مثلا بالبرغنانسي أو تيومر بره اليورتار retrobritoneal fibrosis ك idiopathic أو drug associated أو ماليقنسي كلها ستوي fibrosis بالرترو برتونيا أما البلدار فالcongenital anomalies مثل diverticular و X-trophy يعني تكون مفتوحة على الابدومنال وال يعني على بره ال diverticular يعني يكون أكو بيها diverticular في زيكو يريد رفلكس قلنا هاي جانك شن ما بيان اليورتار مابين البلدار يكون incombinant ويرجع اليورن من البلدار بيفوغ ويكون genital fusture و persistent يراخص اللي هو هذا عبارة عن part المفروض يكون يعني لو وراء ما يطلع الجنين من بطن أمة بعد هو ما موجود بس بعض الأحيان يكون موجود فيسموه persistent يراخص وهم يتاخذوه بالسرجري عدنا موضوع acute and chronic cystitis cystitis طبعا نقسمها حسب الميكرو أرغانزم أما بكتريال أو تيبي فانجر شستوسومة اللي هي عادة شستوسومة هيماتوبيوم اللي موجودة تقريبا في جنوب العراق واللي هي عبارة عن parasايت وفيرال and ميكو بلازما وكلاميديال شنو predisposing فاكتر إنه يصير عندنا cystitis التهاب الغول بلدار أول شيء urinary obstruction رح يجمع اليورن فبتالي رح يصير stagnation فبتالي رح تكون good media على أمو يصير growth مال microorganisms cystoseal ودايبار توكلي نفس فكرة urinary obstruction cystoseal يعني إنه رح يصير acuditation بجزء من البلدار نفس الشيء بالنسبة للدايبار توكلي فبتالي رح يجمع بها اليورن رح يصير stagnant يورن الدايبي تسميتها صبعا دي أم بأي مكان رح يساعد على نصير infections الinstrumentation لأن هي foreign يعني ودي والأميون deficiency نفس فكرة الدي أم gross features نقسمها hemorrhagic status و suppurative ulcerative chronic و cystosomal status sand grain يعني شنو hemorrhagic status يعني إنه من نباو عليها من نسوي cystoscope ندخل بسكوب ونباو على البلدار رح نشوف إنه بيها hemorrhagic فهاي يسموها hemorrhagic status عادة نصير ويا radiation وكيمو therapy و infection ويا adenovirus suburative هاي يصير عادة ويا بكترية يعني نشوف ulcerative status يعني نشوف ulceration رح نشوف مثال عليها و chronic status عادة يكون أكو ممكن fibrosis الشيستوسومal هاي sand grain status ليش سموها sand grain خلنشوف لأنهم رح نبعد تحت بال cystoscope رح نشوف إنه أكو calcification هاي تشبه الرمل سببها هو fibrosis والinfection و بالشيستوسومal هيماتوبيا microscopically هميان تلقسم إلى acute و chronic و follicular status acute يعني موجود neutral fields chronic يعني موجود lymphocytes يعني follicular and eosinophilic يعني موجود eosinophils schistosomal cystitis اللي هي سببها schistosoma هيماتوبيا عادتين نسوي granurometus cystitis يعني موجود higher multi-nucleated giant cells والmacrophages eosinophilic infiltration of fibrosis calcification هذا اللي قاعد بنشوفه اللي يطيها sand grain appearance الcomplication ممكن يؤدي إلى hydronophrosis إذا سوت لأobstruction وأيضا carcinoma هاي schistosoma كلش مهمة لازم العالجها لأنه ممكن تؤدي إلى carcinoma والcarcinoma يكون سكوة مصير carcinoma الspecial forms of cystitis هاي أكو أنواع خاصة أكو نوع interstitial cystitis أو الهنر أوصر عادة يصير بالفيميل ويصير أكو infiltration mast cells وعادة هو يكون autoimmune disease ونشوف أكو ulceration نشوف ulcers بالبلدر الملوكو بيكية نشوف أنه أكو plaques من اسمها plaques 3-4 cm in diameter بالميوكوزة وأيضا تحت الميكروسكوب نشوف أكو large foamy macrophages foamy macrophages يعني macrophages بداخلها أكو fat with debris and immune suppressed and may occur in other organs عادة هاي تكون بالأشخاص اللي هما immunocompromised polypoid cystitis after radiation and catheterization marked submucosal odeme polypoid cystitis عادة هاي صير ورما الشخص يتعرض radiation أو catheterization فترة معينة رح يصير sub mucosal odeme فتطلع كأنما هي polyps كيسموها polypoid cystitis هس رح نحكي عن tumours اللي يصير بال collecting system اللي هي renal palaces وال pelvis وال ureter وال ureter ويضان هم bladder صراحة ما عرف إيش ما مكتوبة المهم هاد ال collecting system متغطي بشنو epithereom مات transitional epithereom لذلك اكثر cancer رح يصير بي هو transitional cell carcinoma الغ features هاد مهمة انو 4 morphological patterns can be recognized من small benign papilloma لل invasive cancer هس رح نشوف صورهم اكثر شي benign هو benign papilloma هاد نفس السعفة طالع هاي benign الثاني شي papillary eurothereal neoplasm اللي هو يكون low malignant potential papillary eurothereal neoplasm يعني يكون لا benign ولا malignant يكون كل low malignant potential وال eurothereal cancer اللي هو low وال high grade هس ها عدنا benign papilloma وعدنا papillary eurothereal neoplasm وعدنا eurothereal cancer low وال يعني هي تكون low وال high grade papilloma هي تكون very rare وعادة هي تكون small اقصى شي توصل 1 سنتيمتر شكلها يشبه شكل سعثة front like structure بيها delicate fibrovascular core covered by multi layered well differentiated transitional epithereum هسن شوف صورة صورة إلي هذا هاي هي عبارة عن transitional epithereum well differentiated وهذا fibrovascular core تشبه front like لذلك هاي هي papilloma such regions are usually solitary ودي ريض لأكر ورما انت تشير once removed l-euro transitional cell carcinoma هاي 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 الcarcinoma سرح نبدي بيها أكو ممكن papillary to flat أشكال هاي من papillary لل flat non invasive لل invasive low grade to high grade يعني بيها هاي variance ال high grade carcinoma بس هاي صورة هي low grade papillary ulceral cancer of the bladder يعني هسه يعني احنا قلنا عبارة عن papilloma بس هي تشبه papilloma يعني كاتبين عليها انو low grade papillary ulceral carcinoma لانه لا هي malignant ولا هي benign هي low grade او very low potential انو تحاول الى cancer لذلك هي تشبه شكلها بشكل can be papillary or occasionally flat نفس ما شفنه هنا ممكن تكون papillary or flat occasionally this cancer show full of sequamous cell differentiation but only 5% of bladder cancer هما sequamous cell carcinoma يعني بعض الاماكن بهذا الcancer ممكن نلقى sequamous cell differentiation لكن هي تبقى transitional cell carcinoma فقط 5% من bladder cancers هما sequamous cell carcinoma وعاد يصرون schistosomal infection الcarcinomas of grade 2 and 3 تسوي infiltration surrounding structures وأيضا spread the regional lymph nodes وأيضا ممكن نسوي metastasis فسا هاي صورة exo-phetic transitional cell carcinoma of the urinary bladder قارعة exo-phetic يعني قارعة لي برا هاي صورة قاعد نشوف أنه يعني ما كو differentiation هاي مفروض هاي خلايا undifferentiated و cleomorphism بيها فهذه transition ها صورة carcinoma شنو الأعراض عدتين الباين لسي ماتشورية وأكثر شي صغير بالمن ولعمار هم من 50 إلى 70 سنة شنو رسك فاكترز أهم شي نتذكر لسموكينج أضاف إلى تعرض للبيتا نفت العالميين وأيضا chronic status و schistosomiasis هاي كلش مهمة و certain drugs مثل cyclophosphamide أكو أيضا genetic abnormalities مثل المutations اللي يصير بالكروموسوم 9 و p53 وال fgfr3 اللي هم أكثر شي كمان هذا يحفظوها الجينات لأنه بعض أحيان نجيبوها بالmcq البروغنوسيس يعتمد على histological grade ويعتمد على depth of invasion هذا منتهي من عنده overall حوالي 75 بالمئة 5 هذه اللي تكون مو ما بيها deep penetration وإذا deep penetration ال 5 year survivor رح تصير أقل من 20% هذه papillary tumors عادة هي حسنا نحن قاعد نحكي عنها أكثر شي بالبلدار قلنا بس ممكن يصير بال pulvis بال chaleuses واللي يعني هو الرينا pulvis اللي حتشينا عنه بس تكون less كمال وال patients present عادتين همي نفس شي painless hematuria وممكن يصدون ال collecting system فبالتالي يصير عدنا hydronyphrosis despite removal of the tumor by nephrectomy fewer than 50% من ال patient رح survive 5 years survivor يعني period cancer of the urethar هو fortunately rarest of the tumors of the collecting system يعني كلش قليل يصير اكو cancer هنا 5 year survivor rate يكون اقل من 10% رداريك fortunately نهو يعني كلش رأى هيا سورة مارين البروس هنا هذا tumor و هذا يمين هذا tumor هذا كهي feature فهيا مين ليد كون transitional sarcaste Thank you very much